اشتركوا في القناة 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 رين فورست يعني بيئة الغابات المطيرة رين فورست تريز الاشجار جرو فيري طول هير الاشجار بتنمو في البقاء دي طويلة جدا سو لذلك ذات زي كان جيت سان لايت عشان تحصل على ايه سان لايت اللي هو ضوء الشمس مور زان هاف اوف زا وورليدز Antonals يعني اكتر من نص اكتر من نصف حيوانات العالم ليف انじا هاف رين فورست بيعيشوا في الغابات المطيرة انكلودنج زا رانتن وتشمل i cafe الحيوانات دي رانتن اللي هو إنسان الغاب يبقى انسان الغاب بيعيش في الريجا رينفورست هابيتات اويتلاند الارض الرطبة is a place where the land covered by water الارض بتغطى بالمياه water بالمياه على سبيل المثال دلتا النيل الحيوانات اللي هي الرطبة with land animals like frogs are able to live بتقدر تعيش on land على الارض as well as in water بالاضافة الى طبعا الوطر المياه the top and bottom bottom of the earth يعني الجزء الاعلى the top الاعلى and the bottom والجزء السفلي of the earth من الارض are covered by ice يعني قلنا covered by يعني بيغطى by ice بالجليد these areas are known known يعني معروفة المناطق اللي بتغطى بالأيس بالجليد these areas are known معروفة as polar habitats بالبيئات القطبية polar habitats the polar bear الدب القطبي is one of the few animals هو واحد من الحيوانات القليلة that can live in the cold temperatures temperatures اللي هي درجة حرارة cold يعني باردة زيغ هو واحد من الحيوانات القليلة جدا اللي بتعيش في الأماكن اللي فيها ice جليد وأماكن طبعا درجة الحرارة بتبقى فيها cold بارد بارد جدا كده احنا قريمة وسمعنا نقدر دلوقتي نجاوب على الأسئلة دي بسهول where are coastal habitats found where are coastal habitats found يعني أين توجد البيئات الساحلي they are found along بامتداد along the coast of the sea بامتداد طبعا البحر ساحل البحر why لماذا الكراكال like a grassland ليه حيوان اللي هو الكراكال اللي هو قط الكراكال بيحب يعيش في grassland habitat في البيئات العشبية it can hide there يعني بإمكانه يختبئ عشان ايه يختبئ فيه hide يعني يختبئ which kind of habitat gets the most rain ايه البيئة الموطن اللي فيه امطار كتيرة ليه rain forest rain forest بيئة الغابة المطيرة where aين where do more than half of the world's animals live اكتر من نص حيوانات العالم بتعيش في بيئة طبعا rain forest rain forest بيت الغابات المطيرة what kind of habitat ايه نوع البيئة is the area around the nile delta delta nil called وتسمى wetland wetlands اللي هي الارض الرطبة why لماذا do you think that only a few animals يعني ليه من رأيك ان عدد قليل من الحيوانات a few animals يعني قليل animals can live in polar habitats بتعيش في البيئات القطبية because the temperatures are very cold لان درجة الحرارة هناك في البيئة القطبية بتبقى برد جدا والحيوان اللي هو بيعيش فيها اللي هو ايه قولنا polar bear الدب القطبي remember تذكر use the verb am or is or are plus past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل يعني بنستخدم verb to be اللي هو am is وare past participle التصريف التالث للفعل the present simple passive في المبني المجهول في زمن المضارع البسيط when عندما يبقى بنستخدم المبني المجهول when عندما the action لما يبقى الحدث أو الفعل is more important than who does it اكتر من اللي هو عمل الفعل or when we don't know او احنا مش عارفين مين اللي قام بالفعل people call warm with areas يعني الناس تسمى الناس المناطق الwarm الدافئة أو with المبتلة rainforest الغابات المطيرة دي الجملة active مبني للمعلوم active اما هنا بقى لو قلت warm with areas المناطق الدافئة أو المبتلة are cold بتسمى هنا استخدمت am او is او r طبعا على حسب الفاعل areas دي مناطق دي جمع استخدمت r وبعد كده جبت تصريف التالت للفعل بتاع call اللي هو cold are cold يعني بتسمى تسمى reinforced الجملة دي passive الجملة دي مبني للمجهول we know these areas يعني احنا بنعرف عارفين المناطق دي areas as polar habitats بالبيئات القطبية الجملة دي active دي مبني المعلوم لما نحول المبني المجهول these areas بدأت بال ايه بدأت بال المفعول these areas المناطق دي are known معروفة او مشهورة as polar habitats بالبيئات القطبية الجملة دي passive دي مبني للمجهول يبقى الجملة لما تبقى مبني المجهول بستخدم am او اذا وار على حسب الفاعل وبعد كده بجيب التصريف التالت للفاعل اللي هو no تصريف التالت بتاعتها non زي cold التصريف التالت cold زي see so seen seen اللي هو التصريف التالت بتاع so بتاع see اوكي طبعا لو في افعال منتظمة هي هي التصريف التالت فعل يعني blade 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 يبقى blade تصريف التالت فعل شكله في الماضي هو هو التصريف التالت للفعل listen to بنتكلم على عجائب طبيعية موجودة في مصر natural wonders of ايجيبت wonders يعني عجائب natural طبيعية of ايجيبت في مصر ايجيبت is visited هنا دي مبني المجهول تزار مصر by more than 14 million tourist 14 مليون سائح every year كل عام we have made a list of the natural wonders of ايجيبت في قائمة بعجائب طبيعية الموجودة في مصر that we think visitors should know about طبعا السياح بيروحوا ايه يزروه اول حاجة عندي white desert national park يعني هي حديقة white desert الصحراء البيضاء where aina this huge desert startus يعني الصحراء الضخمة startus بتبدأ on the western side الجانب الغربي off the river nile من الجانب الغربي من نهر النيل and continuous continuous تستمر into libya حتى libya يبقى مكانها من الجانب الغربي نهر النيل حتى libya دي الصحراء البيضاء what what يعني ايه الصحراء دي بقى ايه الصحراء البيضاء دي تقلي it contains contains يعني بتحتوي five oases خمس وحات with rocks من الصخور that the wind wind اليا الرياح has made into strange shapes عملت لها اشكال غريبة كونت هناك اشكال غريبة strange غريب shapes يعني اشكال oases اللي هي وحات why is it a wonder لي هي wonder يعني لي السحراء دي غريبة عجيبة من العجائب as the colors الالوان change at different times of day يعني الوانها بتتغير في اوقات خلال اليوم and make them beautiful طبعا ده بيخليها شكلها جميل to look at بعد كده عندي النيزك lake النيزك lake يعني بحيرة النيزك this natural lake بحيرة طبيعية is a three hour drive from هرجادة يعني على بعد ثلاث ساعات من مدينة هرجادة الغرداء the lake is called the shooting star by locals الناس اللي هم موجودين الناس المحليين مسمينها شهاب اللي هو shooting star بعد كده هنا بيقول ايه بقى because it's believed that a piece of star يعني piece يعني كطعة of star كطعة من نجم اللي هو a motorite motorite اللي هو نيزك fell into it يعني بيقول انه فيه كطعة من نجم وقعت فيه البحيرة دي the lake is cut out of the rock in the shape of an eye يعني شكلها على شكل eye عين and is filled with the bright blue water وفيها of the sea من البحر الاحمر يعني فيها مياه ولونها blue ازرق bright لامع why why is it a wonder قلنا wonder يعني عجوبة because بقى ليه بقى هي من العجائب it's described by visitors يعني بتوصف من خلال الزائرين as one of the best places من افضل اماكن to dive and swim انك انت تعمل فيها dive غطس او سباح عندنا بقى جبل الب جبل الب where اين this national park is surrounded surrounded يعني محاطة by grasslands محاطة بالاماكن العشبية grasslands between the red sea coast هي بتقع بين الساحل البحر الاحمر and the mountains and the mountains with الجبال this national park takes its name يعني اتخذ اسمها from the mountain من الجبل in the middle of it في وسط يبقى اسمها جبل الب ليه بقى why is it a wonder ليه هي عجوبة it's unusually green and whom too many animals هي موطن هم ليه بتسوي habitat هم يعني موطن too many animals ليه حيوانات كتيرة and birds وطيور however ومع ذلك as it isn't easy to reach مش من السهل انك انت توصل لجبل الب it isn't visited often غالبا مش غالبا بتظهر يعني its location الموقع بتاحها should help to protect the wild life zero مفروض تبقى مكان محمي لل wild life للحياة البرية طبعا هنا الصورة بتاعت جبل الب بعد كده بي ديت الصورة بتاعت اللي هي the white desert national park للصحراء البيضاء c هنا اللي هي النيزك lake النيزك lake بحيرة النيزك بعض الاسئلة هنا read the article again and answer the question number one what caused the strange shapes of the rocks ايه سبب الاشكال الغريبة اللي موجودة في الصحراء البيضاء strange shapes اللي هي الاشكال الغريبة طبعا اللي تسبب في كده اللي هي the wind الرياح the wind الرياح how does the time of day change the appearance ازاي في خلال اليوم اوقات من اليوم appearance مظهر of the rocks مظهر بتاع الصخور change the color اللون بتاعهم بيتغير what do people think fill into النيزك ليك ايه اللي الناس بتعتقدوا اللي وقع في البحيرة النيزك طبعا abyss of star قطعة من النجم قطعة من النجم واقت في البحيرة بيعتقدوا ذلك which kinds of habitats can be found at جبل البة جبل البة ممكن نلاقي فيه ايه من الهابيتات طبعا grasslands habitat للبيئة العشبية coastal habitat اللي البيئة الساحلية and mountain habitats الجبلية why لماذا why isn't جبل البة visit by more tourists ليه العدد ما بيكترش بتاع السياح في زيارة جبل البة ليه it is not easy to get to طبعا مش من السهل انك انت توصل ليه جبل البة عشان كده السياح عادته ما بيزيتش اللي بيروح يزور جبل البة ليه عشان صعوبة المكان ومش من السهل انك انت توصل ليه rewrite يعني نعيد الكتابة تاني rewrite the sentence نعيد كتابة الجمل in the passive with bar passive يعني مبني للمجهول نعيد الجملة تاني ونحولها المبني للمجهول معظم الناس معظم الناس visit the national park every year بيزورهم معظم الناس بتزوروا الحديقة every year كل عام هنا الفاعل واضح قدامه mini people ده الفاعل ده subject visit ده verb visit d مش متضفلها s ولا ed ولا ing visit هنا مضارع هنا جملة لازم اعرف جملة في أنوزمن أنوزمن الجملة دي الجملة دي في زمن a present simple المضارع البسيط لما أجي أحول الجملة المبنى المجهول أبدأ بالobject بالمفعول فين المفعول هنا ده mini people ده الفاعل visit ده verb ده الفاعل national park national park ده المفعول يبقى هو ده اللي هبدأ به الجملة قول national park وبعدين استخدم verb to be am او is or national park ممكن عوض بدلها بضمير it يبقى it هتاخد the national park is we visit اخليها في the past participle اللي هو التصريف التالت الفعل هتبقى visited وكمل by many people every year every year كل عام turtles السلاحف lay eggs بيضم on the beach على الشط ابدأ بالمفعول فين المفعول بتاع الجملة اللي هو eggs turtles ده الفاعل lay ده الفعل eggs ده المفعول يبقى ابدأ بالمفعول طبعا every year ممكن تبقى في اول الجملة او في اخر الجملة every year eggs طبعا ابص على eggs دي ده المفعول دي جامعي استخدم r r laid ده التصريف التالي بتاع lay laid on the beach by turtles ممكن اكتب by turtles وممكن ما اكتبهاش birds and animals eat some of the turtles eggs بعض birds بعض الطيور والحيوانات eat بيأكلهم some of the turtles eggs بعض السلاحف ابدأ بالمفعول فين هنا المفعول المفعول بدأ من اول هنا some of the turtles eggs ده اللي هبدأ به ده طبعا جامع يبس استخدم r و eat اجيب التصريف التالي بتاعها اللي هي eaten by birds and animals volunteers المتطوعين clean بينظفهم the bark and the bitches بينظفوا الحضائق والشواطئ استخدم فين المفعول هنا volunteers ده الفاعل clean ده الفاعل the bark and the bitches ده object ده المفعول يبقى هبدأ بالمفعول ابدأ الجملة بتاعتي بالايه بالمفعول اقول the bark and the bitches ده كده جامع استخدم are وclean اللي هو الفعل اخليه تصريف تالية الفعل اللي هو cleaned by volunteers five we don't cut down trees احنا ما بنقطعش الاشجار ابدأ بالجملة طبعا مفعول في المفعول اللي هو trees trees ده ايه جامع يبقى استخدم are trees are هنا بقى بدل don't هنفي بإزنت هنفعب ايه طبعا trees هنفي aren't عشان are trees دي جامع يبقى trees are not cut down by us ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر